وصاحب التجربة في عديد من الأندية المصرية في سنوات سابقة الفقرة السنة والأخيرة هيكون معايا فيها زميل العزيز عمر ربيع ياسين وهيكون فيه ضيافته الكابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي زي ما ألتلكوا الفقرة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا فيها تفاصيل متعلقة باستعدادات النادي الأهلي المرحلة القادمة الحمد لله الأهلي تخطى مرحلة كانت مهمة جدا في المباراتين الماضياتين المبارات القادمة أو الفترة الحالية فيما يتعلق بالنادي الأهلي هي عبارة عن محطات وعبارة عن مراحل جهاز الفن بيقسمها المراحل كل مرحلة لها متطلبات ولها اختيارات ولها تشكيل ولها ظروف فنية بيعتمد عليها جهاز الفن بقيادة السويسري ريني فيلر الحمد لله البداية موفقة الفوز على كانو سبورت في غينيا الاستوئية في مستهل بداية المشوار الإفريقي ثم الفوز على الزمالك في بطولة خاصة بطولة السوبر المصري وانطلاقة الدوري انطلاقة جيدة عكس آخر موسمين كانت البدايات فيها صعوبات شوية لكن المرات البداية جيدة الفوز على سموحة على أرضه في الأسكندرية وتحديدا على استاد برج العرب بهدف مقابل لاشي إذن البداية بداية موفقة بالنسبة للنادي الأهلي لكن هناك أيضا محطات مهمة جدا خلال الفترة القادمة عجلة الدوري العام بتدور عندنا مباراة مهمة جدا كمان بعد المباراة الإفريقية فبالتالي خلاص ضغط المباراة وتوالي المباراة مهمة جدا قبل الأجندة الدولية لا يكون فيها مباراة ودية المنتخبنا الوطني في أوائل شهر أكتوبر تحت قيادة فنية للكابتن حسام البدري عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم مباراة مع فريق أكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مباراة الإياب في دور الـ 32 لدور أبطال إفريقيا صحيح فست في مباراة الزهاب بهدفين مقابل لاشي لكن مباراة الإياب مباراة تبقى مهمة جدا الجهاز الفني أكيد بيستعدلها استعداد خاص والجهاز الفني خلال الفترة الحالية مهم جدا على المشروع اللي هو بيشتغل عليه الكل كان في فتراتها سابقة بيتكلم عن البدايات وأهمية البدايات بالنسبة لأي جهاز فني جديد والبعض زهف في مرحلة معينة أنه كمان المباراة الإفريقية على جهاز فني لم يخد أي مشوار في إفريقيا أو أي مباراة في إفريقيا لكن قلنا الكلام ده مش مقياس المهم أن الجهاز الفني يكون عنده مشروع بيشتغل عليه ريني فييلر أهم حاجة أنه يكون عارف التشكيلة اللي بيشتغل بيها عارف إمكانيات اللعبة اللي معاه عنده مرونة تكتيكية في طرق اللعب اللي ممكن ينفذها مع النادي الآلي في المباراة القادمة وضغط المباراة بالتأكيد بيديك مساحة أنك تقدر تعمل روتيشن في أكتر من لعب عشان جزئيتين منها أن أنت تتعرف على إمكانيات اللعبة اللي معك وأيضا كمان عشان تجاهز أكتر من لعب نتيجة ضغط المباراة وطول مدة السفر فيه فترات قصيرة جدا فيه بداية دوري أو حتى فيه مستهل البطولة الإفريقية بداية أخبارنا النهاردة يمكن الأهل إن شاء الله هيبدأ غدا الاستعداد لمباراة كانو سبورت بطل غينية الاستوائية خلاص يمكن الفريق بعد مباراة سموحة بالأمس خاد الفريق راحة سلبية اليوم وبقرى إن شاء الله يكون في تدريب مساء الساعة 5 على ملعب مختار التتش بالجزيرة جاز الفني فضل أن يكون النهاردة فيه راحة سلبية عشان الفترة الأخيرة آخر 14 يوم ما بين السفر الغينية الاستوية 12 ساعة زهاب و12 ساعة في العودة ثم مباراة السوبر أمام الزمالك ضغط عصبي ونفسي وجهد بدن كبير طوال 90 دقيقة ثم في أقل من 72 ساعة مباراة كانت أمام سموحة فالطبيعي إن أي بدايات في أي دوري في العالم بتكون فيه مساحة زمنية ما بين مباراة وأخرى لكنهنا عندنا فيه ظروف استثنائية سواء في الرحلات الإفريقية أو حتى في بدايات الدور العامل إن الدوري يعتبر بدأ متأخر مفوط الدوري كان يبدأ قبل من كده بكتير لكن الظروف اللي حصلت في الدوري وفي القرى المصرية عطلت انطلاقة الدوري حتى الإسبوع الأخير أو حتى منتصف شهر ستمبر فبالتالي الجهاز الفني إدى فرصة النهاردة لالتقاط الأنفاس راحة سلبية للفريق وبكرة إن شاء الله الساعة 5 مساء الغد على ملعب التيتش بداية استعداد لمرحلة جديدة ومباراة جديدة بالنسبة للفترة القادمة رينيفايلر كان لي تصرحات مهمة جدا عاقب مباراة سموحة قال إن هو بيتطلع لتجهيز جميع اللاعبين في الفترة القادمة من أجل الاستفادة من كل العناصر المقيدة في صفوف الفريق وقال إن هو بيحرص دايما على الحديث بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء أول بأول والعمل على توصيل فكره التدريبي طبيعي جدا أول حوالي شهرين أو أول ثلاث شهور فترة مش أقول جسم نبض لكن فترة تعرف مجير فني على إمكانيات اللاعب اللي معاه هو مش بيتعامل مع خمس ست لعبين بيتعامل مع قيمة بتقترب من خمسة وعشرين إلى تلاتين لعب فمحتاج يتعرف على كل إمكانيات اللاعب اللي معاه فيه أيضا كمان لعبين مصابين بعيدين عن التدريبات خلال الفترة الحالية فلما يرجعوا للتدريبات محتاج يشوفهم ويعرف إمكانياتهم أه أكيد أرى تقارير شاف تسجيلات عرف الصورة بشكل عام في صفوف النادي الأهل لكن على أرض الملعب وفي الملعب أكيد ليه رؤية مختلفة المرونة التكتيكية اللي بتمايز بها ريني فيلر في الأداء الدفاع والأداء الهجوم أو حتى كتل التحرك الفريق من خط الدفاع لخط الهجوم بتدينا مؤشرات إن اللي جاي كويس واللي جاي أفضل وقلنا قبل كده دايما إن النادي الأهل ما بيختار مدير الفن بيختار مدرب في شخصية وفي معايير وفي طموح وفي أمور كتير جدا وأنا اللي بطلبه من الجماهير وقلنا قبل كده لكن بنعيد ونزيد فيه حتى وإنت بتكسب اتعاملوا مع الجهاز الفني لنادي الأهل عينه مشروع للمستقبل مشروع المستقبل ده أنت بتخطط لقطاع قرة القدم عشان تفوز بالعديد من البطولات في سنوات متتالية مش بتفكر بس عشان تفوز بالدورة أو تفوز من طورة إفريقيا لا بالعكس أنت آخر سنتين أو تحديدا منذ ديسمبر 2017 في عهد